أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك كبداية لحوار مجتمعي لتطوير منظمة التعليم العالية وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بداية لحوار مجتمعي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي النهاردة كان فيه رجال أعمال ومستثمرين موجودين معنا في إطلاق الاستراتيجية حتى الجهات الدعامة الأجنبية كانت موجودة النهاردة في هذا المحفل العلمي اللي عايز أقول أن النهاردة كان حتى أول مرة يشارك معنا اتحادات طلاب جامعات مصر علشان يعرفوا إيه هي الخطة اللي بنشتغل عليها وبالتالي هو الشاب يبقى عارف نستقبله في البرامج اللي حتتقدم له في التخصصات الجديدة اللي بنتكلم عليها وربطها بصوء العمل الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاول رئيسية تتمثل فيه التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والإبداع هذا إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون وإطلاق عدد من المبادرات على هامش الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية هو الحقيقة دور الاستراتيجية دي مش بس على التعليم العالي بل التعليم العالي هو مدخل في كل حاجة بعد كده يعني احنا بناخد مخرجات التعليم قبل الجامعي وزارة الترباء والتعليم والتعليم الفني تدخل التعليم عالي عشان ترجع تاني تبقى هي العنصر المحرك والمغذي لكل القطاعات وكل الوزارات في مصر بحالة فالحياة فالاستراتيجية دي مهمة لان انعكساتها بتتم على مجمل الحياة في مصر ومجمل سوء العمل المطلوب دي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا إظهار يعني إبراز هذه الاستراتيجية وجود كل هذه الكوكبة من رؤساء الجامعات والسادة الوزراء والمراكز البحثية كانت حاجة مهمة جدا لان احنا ده معناه ان احنا كوزار التعليم العالي وبحث علمي ما بش بنشتغل لوحدنا ولكن احنا بنخدم كل المجتمع لان لا توجد دولة في العالم تتقدم بدون التعليم العالي وبدون البحث العلمي وجود الجامعات وعمل الشراكات ما بين هذه الجامعات بحيث ان احنا عندنا خطة واضحة ازاي انا بخرج الخريج المناسب لسوق العمل ازاي بربط سوق العمل بالصناعة بازاي بربط الجامعات بالصناعة ازاي بربط البحث العلمي اللي انا بعمله بالصناعة وباحتياجات المجتمع ده كان شيء واضح جدا الحقيقة الاستراتيجية بتاعك استغيف في التوجه اللي موجود حاليا او اللي كان موجود سابقا لانه هو تركيز على التكامل بين كل المؤسسات اللي بتقدم تعليم داخل مصر سواء كانت جماعات حكومية او جماعات خاصة او جماعات اهلية او جماعات افرق او جماعات اجنبية كل دي بتتكامل مع بعض لتقديم خريج بيبقى فيه عملية دمج بين مصر اكاديمي والمصر المهني فيه تعاون كبير جدا في هذه الخطة وفي تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي مع كبرى الجماعات العالمية مثل الجماعات البريطانية والاوروبية والامريكية وايضا جميعات جنوب شرق اسيا بالاضافة لاطلاق نوع جديد من التحالفات بين الجماعات المصرية سواء بقى حكومية او اهلية او خاصة او تكنولوجية وبين قطاع الزراعة والصناعة اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يؤدي الى تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية تحقيقا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة بما يساعد على ايجاد جيل رابع من الجامعات جيرمين ابراهيم التلفزيون المصري